تواجه ايطاليا طلبا كبيرا على الامدادات الوقائية وبدأت توسيع عمليات الشراء واكدت ادارة الحماية المدنية الايطالية يوم الاحد بالتوقيت المحلي ان البيانات الاخيرة تظهر ان الزيادة في الحالات المؤكدة في ايطاليا قد بدأ دخول مرحلة الذروة مع ان الطلب على المعدات الحماية لا يزال كبيرا جدا ومع وصول الامدادات التي اشترتها البلاد وارتفاع القدرة الانتاجية للبلاد ذاتها فان ذلك من الممكن ان يسد الحاجة وفي نفس اليوم حذر وزير الصحة الايطالي روبيرتوس بيرانسا من انه لا يمكن تخفيف اليقظة في الايام والاسبيع القليلة المقبلة على الرغم من ان الاحصاءات في الايام الاخيرة تظهر تباطؤا اما في اسبانيا فاعلنت الهكومة الاسبانية تعليق جميع الاعمال غير ضرورية واصدرت الحكومة امرا يوم بالاحد لمؤجهة تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد حيث ستعلق البلاد جميع الاعمال الانتاجية غير ضرورية اعتبارا من الثلاثين من شهر الجاري حتى التاسع من ابريل تطلب من جميع العمال غير ضروريين في انحاء البلاد البقاء في المنزل باجازة مدفوعة قالت وزارة الدفاع الاسبانية انها قد رسل قوة مسلحة مكونة من ستة الاف وخمسمائة شخص للمساعدة في مكافحة الوباء وسيركز عمل القوة على المستشفيات المؤقتة الواقعة في مدريد والمستشفيات الميدانية في برشلونة وفي فرنسا قدمت بعض شركات طلبات لاجراءات البطالة الجزية للموظفين وقال وزير العمل الفرنسية ملاحظ انه حتى ليلة السبت قدمت مائتان وعشرون الف شركة طلبات لاجراءات البطالة الجزية لمليونين ومائتي الف موظف وتنص اجراءات البطالة الجزية في فرنسا على ان الشركة التي توجه صعوبات اقتصادية بشكل مؤقت يمكنها ان تقدم طلبا الى القطاعات الحكومية المعنية للحصول على تفويد بضخفيد ساعات العمل للموظفين في هذه الحالة يمكن للموظفين الحصول على تفويد عن خسائرهم بسبب تفويد ساعات العمل اذا وقالت نائبة منصخ الصحة الوطنية البريطانية جيني هاريس يوم لاحظ ان البلاد بحاجة الى ستة اشهر او اكثر لاعادة الحياة الى طبيعتها في البلاد ستقوم الحكومة بمراجعة اجراءات المراقبة كل ثلاثة اسابيع لتقييم ما اذا كانت الاجراءات تحقق النتائج المستهدفة في مجال الحد من انتشار الفيروس اكدت ان الاسبوعين او الاسابيع الثلاثة المقبلة فترة مهمة لمراقبة فعالية هذه الاجراءات امن المرجح ان يرتفع معدل الوفيات في الاسبوع او الاسبوعين القادمين اشتركوا في القناة